السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد أبرز حواسيب هواوي يرجع مرة ثانية وهالمرة بأفكار مختلفة أمامكم الميت بوك إكس برو نبدأ بالشاشة الكاملة للحواف على غرار الموظل من تشرف الهواتف الشاشة حجمة 13.9 إنش تستغل 91% من الواجهة ودقتها 3K وتدعم اللمس وألوانها جميلة جداً وفعلياً هو لابتوب 14 إنش في جسم لابتوب 12 إنش لو قررناها بلابتوبات المنتشرة ولزيادة استغلال أبعاد الشاشة تم نقل الكاميرا الأمامية للكيبورد بدل أعلى الشاشة والسبب الثاني هو للحفاظ على الخصوصية من خلال إخفاء الكاميرا ضمن الكيبورد فلا تحتاج أن تغطيها كما نفعل في المكتب المهم أيضاً الجهاز يدعم البصمة من خلال زر خاص الجهاز يحمل أربع سماعات تدعم تقنية Adobe Atomos التي تعطيك تجربة سمعية المفروض أنها تكون قوية جداً وفريدة ومن ناحية انتشارها فهي تنتشر وتوزع الصوت بشكل جداً قوي وتفاعلية مع الشيء الذي تتابعه الجهاز يأتي بمعالجين إنتل i5 أو إنتل i7 من الجيل الثامن أيضاً يقدم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت أو 16 جيجا بايت والمساحة التخزينية 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت من نوع SSD تدعم كرتانا حتى مسافة 6 متر 9000 ماكرتانا كرت الشاشة Nvidia GeForce MX150 وفقاً لهواوي بطارية الجهاز المفروض تعطيك إلى 16 ساعة التصفح والجهاز يحوي منفذين USB Type-C شحن وThunderbolt ومنفذ USB عادي ومنفذ سماعة موجود في نفس الجهاز النظام التشغيلي Windows 10 والجهاز يعتبر من أخف الأجهزة في هذه الفئة لو تكلمنا على القارى النابي وأيضاً نتكلم على السعر فهو 6000 ريال تقريباً وهذه كانت نظرة أولى المفروض الجهاز يتوفر في ايبر فمتشوقين لمراجعة كاملة لهذا الجهاز لأنه يفعل شيء جداً جميل في قطاع أجهزة الحاسب نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك واشهدوا أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته